أعلنت تهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جاهزية خدماتها لخيمة ضيوف الرحمن حيث قامت بالإشراف على مقدمي خدمات الاتصالات في توفير خوالي 16 ألف برج للاتصالات وأكثر من 3000 نقطة وصول شبكة الواي فاي وأشرت الهيئة إلى استحداث 1440 برج لتوفير تقنيات الجيل الرابع ليصل إجمالي عدد الأبراج في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة إلى خوالي 16 ألف برج وتعد البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمدينة ومشاعر المقدسة من أضخب البنى التحتية على مستوى العالم أكثرها تقدما وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية من الجيل الثاني والثالث والرابع لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن